قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله نسكن جار نبينا المصطفى المختار ويروينا من الأنهار ينسينا لحرمان بيوم هنعيش في الجن دا يوم هنعيش في الجن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعض فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوم في الجنة حقيقة الناس زي ما بيتفوتوا في الدنيا في مسائل الطاعة والقرب من ربنا يوم القيامة برضو هي تفوتوا في الدرجات والمنازل في الجنة وكل ما تكون عايز تقرب وتعلى لازم تقرب وتعلى أيضا في الطاعة اللي هتغرسه هنا هتلاقيه هناك والي زيك ربنا سبحانه وتعلى قاله واسجد واقترب عايز تقرب أكتر وتعلى أكتر في درجات الجنة فلازم تكون مقرب أكتر وساجد في الدنيا وعابد في الدنيا ومطيع لله ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزي ما أنت عايز بقى وإنت اللي يتحدد براحتك قرب أكتر واكتهد أكتر عشان تاخد تقرب أكتر إن أرضا هنعرف أربع حاجات أدنى أهل الجنة وأعلى أهل الجنة وآخر واحد هيخش الجنة ومين صاحب أعلى وأعظم منزلة في الجنة هنعرف الأربعة بس بعدما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث الأولاني رواه مسلم عن المغيرة ابن شعب عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى بن عمران عليه السلام ربه جل وعلا وقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة يا رب أنا عايز أعرف أقل واحد في الجنة هيبعمل إزاي فقال جل وعلا هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيروح يقرب من الجنة فيسمع أصوات الناس وهم بينعموا في الجنة فيخيل إن الجنة خلاص بلد من قال الكلام ده ده الجنة جماعة هتتملي بأهل الجنة وهيفضل فيها مكان وربنا يخلق للجنة خلقا آخر يملي بالجنة وده هيأتي معنا إن شاء الله حينما نتحدث عن مساحة الجنة وجمال الجنة فشات في الموضوع أن الرجل يخيل إليه يعني ده مش حقيقي يخيل إليه أن الجنة ملأ فيقول يا رب كيف وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذ ذاتهم فربنا بيقول له أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فراجل يفكر كده لا إضحاء كبير قوي يقول له رضيته يا رب فيقول له جل وعلا لك ذلك ومثله 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 في المرة الخامسة يقول له رضيته يا رب يعني عايز يقول له ده كتير جدا علي فيقول جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثالي يعني وقال له هليك خمس مرات قد ملك ملك من ملوك الدنيا لأ وكمان عشرة أمثالي يبقى خمسين ضعف ملك ملك من ملوك الدنيا وفوق ده كله قال ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فأم سيد نموسى تعجب قال رب هذا أدناهم ده أقل واحد في الجنة ياخد قد ملك ملك من ملوك الدنيا خمسين مرة ده أقل واحد فيهم قال فما أعلاهم لما دأدنا أهل الجنة فما أعلا أهل الجنة فيقول جل وعلا أولئك الذين أردتوا غرست كرامتهم بيديا وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر عايز يقول له يا موسى عليه السلام مهما قلت لك ما فيش عقل بشر على وجه الأرض ممكن يتخيل النعيم إلا أنا ممكن أعطيه لأعلى أهل الجنة قال أولئك الذين أردتوا غرست كرامتهم بيديا وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر في رواية تانية عند مسلم أيضا إن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة منزنا أطرد أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها يا سبحان الملك يعني هيدلوا الدنيا دي كلها وأدها عشر مرات يعني حداشر حداشر مرة أد الدنيا ده يا جماعة أقل لواحد في الجنة بالله عليك ده يستحق إن إحنا نزعل مع بعض عشان فلوس وعشان دنيا وأواضي مرفوع على ناس في محاكم وخلافات بين ناس يعني أرايب وأرحام وبين أهل وبين أباء وبين أبناء وبين مشاكل بين عيلة وحدة وأسرة وحدة علشان دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ويوم ربنا يكريبك واتخش الجنة لو كنت أقل واحد في الجنة ليك أد الدنيا دي كلها حداشر مرة حضرتك متخيل لو إن ليك في الجنة أد البكان الجميل اللي إحنا الكاميرا جايباه البكان الحلو اللي إحنا عايشين فيه ده ده الواحد لو ليه أد الحتة دي بس في الجنة يقول لي يا رب كفايا وحلو ورضا ورحمة وجمال ونور أمنا لما يكون لك أد الدنيا كلها حداشر مرة وإنت أدنى أهل الجنة طيب احكي لنا بقى قصة آخر واحد هيخش الجنة مش أنا اللي أحكيها ده حبيبة ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا رواه مسلم عن عبد الله ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آخر من يدخل الجنة الرجل دي قصة جميلة جدا في غاية روع قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط ونتعرفين الصراط أحد من السيف وأضق من الشعر حاجة صعبة جدا يعني قال آخر من يمشي على الصراط رجل آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة يعني ايه الكلام ده يمشي على الصراط شوية ويقع شوية والنار تلاسوع شوية ليه هو الصراط فين الصراط منصوب فوق متن جهنم قبالة وعايز تعرف حجم الصراط لا يخطر على قلب بشر واذكون لك حديثين في عجلة سريعك يوضح لك قد يلي الصراط كبير جدا جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث روى مسلم ان المولى عز جل ينادي على ادم يوم القيامة يقول يا ادم اخرج بعث النار يعني نصيب النار فيقول يا ربي وما بعث النار يقول من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة سبحان الله طبعا ده قبل بدء الشفاعات حديث الثاني روى مسلم والتلمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال درس الكافر وفي رواية ناب الكافر يوم القيامة مثل احد الدرس الواحد في حجم جبل احد وسمك جلده اربعون ذراعا او سبعون ذراعا على اختلاف روايات ومجلسه من جهنم وفي رواية وما بين منكبيه كما بين مكة والمدينة حجم الكافر الواحد بالحديث الصحيحة حجم الكافر الواحد في النار ما بين مكة والمدينة يعني حجمه ربعمية وخمسين كيلو متر شفت خيل حضرتك فلما تضيف الحديث دا للحديث ان يدخل النار يوم القيامة من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعين واحد بس في الجنة لما تضم الحديثين لبعض وكل دا في النار وفوق النار الصراط تعرف ان حجم الصراط لا يخطر على قلب بشر فالرجل دا ماشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة يقع مرة وتسفعه النار مرة يعني تسفعه النار مرة فاذا ما مر من على الصراط طبعا بعد آلاف السنين فاذا ما مر من على الصراط خرج بقى من الصراط ينظر الى النار يعني يتدور كده ويبصلها ويقول تبارك الذي نجاني منك الحمد لله دا ربنا نجاني وعدت منك والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين وده مين يا جماعة ده آخر واحد هيخش الجنة بيقول يا رب ده انت اديتني حاجة ما اديتهاش لحد لا من الأولين ولا من الآخرين فاذا ما خرج من على الصراط يعني اللي هو كان فوق النار جهنم يغرص الله له نخلة نخلة شجرة من الذي يغرصها مالك الملك ومالك الملوك فاذا رأى الرجل الشجرة يقول يا رب ادنني من تلك الشجرة يا رب اربني من الشجرة ديت يا رب فالأستظل بظلها واشرب من مائها فيقول جل وعلا ألا إن أدنيتك من تلك الشجرة لا تسألني شيئا غير ذلك يقول وعزتك وجلالك لا أسأل شيئا غير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقربه المولى عز وجل من تلك الشجرة فيستظل بظلها واشرب من مائها ثم يغرص المولى عز وجل له شجرة أخرى أجمل وأبهى من الشجرة الأولى فيصرخ العبد يا رب ادنني من تلك الشجرة قربني منها فالأستظل بظلها واشرب من مائها فيقول العبد فيقول المولى عز وجل العبدي ما أغضرك أنت مش لسه مدي العهد دلوقتي بتقول وعزتك وجلالك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فربنا يقربه من الشجرة التانية بعدما يقربه من الشجرة التانية هتحصل مفاجأة كبيرة إيه هي المفاجأة ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل صلى الله لحبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفنا الرجل بعدما عدى من على الصراط يا جماعة وقهوال ربنا يعرفينا وعرفيك يا رب ويعدينا من على الصراط على خير بعدما عدى من على الصراط ومن على النار وبص الناحية التانية قال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين والآخرين ربنا غرست شجرة قربه منها راح غرست شجرة تانية أجمل من الأولى قال له يا رب اقرب منها فلما ربنا قربه من الشجرة التانية غرس له شجرة بس في موقع زي يقوله كده استراتيجي الشجرة الثالثة دي فين يا جماعة على باب الجنة الله شوف احنا عادين دلوقتي في المنظر الجميل ده بنقول الله على الجمال والمنظر والهوى والشمس والشجر والمية حاجة حاجة خيالية فتخارن الشجر ديت مغروسة على باب الجنة فاذا مقترب العبد ورأى تلك الشجرة فقال يا رب اللهم اقربني من هذه الشجرة ادنني من تلك الشجرة فالاستظل بذليها واشرب من ماءه فيقول جل وعلا عبدي ما اخدرك ألم تعطي العهود والموافق ألا تسأل شيء غير ذلك والنبي يبتسم يقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقربوا من الشجرة فلما يقربوا من الشجرة التالتة يسمع صوت نعيم اهل الجنة هم جوه بقى ما شاء الله في الاشجار والانهار والخضرة والثمار والحور العين فقول يا رب يا رب فيقول ماذا تريد يا عبدي يقول له يا رب بقى ادخلني الجنة خلاص بقى انا مش حايز اي حاجة انا بجيب من الاخر يا رب دخلني الجنة فيقوله جل وعلا اسمع الكلمة الحلوة ديت عبدي ما الذي يصريني منك ايه يصريني ديت ايه ما الذي يرضيك حتى ينقطع السؤال بيني وبينك يعني عايز اقوله ايه ايه اللي يرضيك بقى عشان ما تطلبش حاجة بعدين كده اترضى ده ربنا بيقوله اترضى ان اعطيك الدنيا ومثلها معها شوف الدنيا كان بيتخاني معه على 100 جنيه و50 جنيه وعلى طبق كشر وحاجات كده فهم ازاي لا ده بيقوله اترضى ان اعطيك الدنيا ومثلها معها فالعبدي كده ايه هيوح مكشر بقى هيكشر ليه ده ربنا بيقوله خد الدنيا هيكشر لانه ظلني ان ده ربنا بيستهزأ بيه فيقوله اتهزأ بيه او اتسخر مني وانت رب العالمين بقى معقول يا رب انت هتديني الدنيا كلها ومثلها معه وانا اخر واحد خارج من النار فيقوله جل وعلا عبدي اني لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قادر لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون بيقوله هو في حد هيمنعني من ان انا ديك الدنيا ومثلها معها هدهالك فيعطيه الدنيا ومثلها معها ده اخر واحد هيدخل الجنة طب ليه ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة الرجل ده بعد اما خرج من النار كده من على الصراط ليه ربنا ما دخلوش الجنة مرة واحدة ودالوا الدنيا ومثلها معها قالك لانه لسه خارج من هول النار ومن عذاب النار ومن لفح النار وهو فوق الصراط وبعدين ده النبي قاله وتسفعه النار ومرد عمال بيت لاسوع من النار بقاله آلاف السنين ليه ربنا ما دخلوش الجنة مرة واحدة لانه لو دخل الجنة مرة واحدة لمات من هول المفاجأة واهل النار واهل الجنة لا يموتون خالدون مخلدون فيها ابدا فربنا تدرج معه في اللزة شجرة وبعدها شجرة أحلى بالأولى وبعدها شجرة أحلى من الاتنين على باب الجنة وبعدها خش الجنة وبعدها خد قد الدنيا ومثلها معها وانت في الجنة فده من رحمة ربنا أنه تدرج مع هذا العبد في رواية تانية جميلة جدا جدا أيضا عند مسلم إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهي رواية مضحقة ولزيزة جدا رواها مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا للجنة قالوا من هو يا رسول الله قال رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار فيقال له اعرضوا عليه يقول المولى عز وجل الملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه وخلوا قبارها يعني عرفوه الزنوب الصغيرة اللي هو ارتكبها كلها وما تعرضوش عليه ولا زنب من الزنوب الكبيرة اللي ترتكبها فالملائكة اعرض عليه صغار الذنوب ويقول له جل وعلا عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا يقول له باله يا رب أو عملت وعملت كذا وكذا وكذا أي وعملت يا رب وعملت كذا وكذا فإذا عرضت عليه صغار الذنوب وظن العبد أنه من أهل النار وإذا بالحق جل وعلا يأمر الملائكة أن تبدل له مكان كل سيئة حسنة يقول له في الآخر شفت كل الزنوب الصغيرة اللي أنت عملتها دي وكلها بالملايين آه شفتها اتقلبت حسنات فهنا يقول العبد ربي إن فيه ذنوبا لم أرها في هذه الصحيفة يعني عايز أقول له إيه مدام بقى الزنوب الصغيرة دي اتقلبت لحسنات لا ده فيه شوية كبائر بقى زي الفل العملاء يارد تجيبها لي كمان وتقلبها لي حسنات فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يبقى عرفنا أدنى أهل الجنة ورد في حديث إن ربنا يقول له أترضى أنا أعطيك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا أولا كذلك ومثل 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 خمس مراته في الآخر قال له وعشرة أمثاله يعني أد خمسين ملك مالك من ملوك الدنيا وفوق ده كله كبان قال له إيه ولك ما اشتهت نفسك يعني أنت خدت أد خمسين ملك مالك من ملوك الدنيا وممكن تقول يعني ولك ما اشتهت نفسك طب أنا يا رب نفسي بتشتهي إن أنت تديني قال أد اللي تدتولي ده مليون مرة لك ذلك لأنك بتطلب من الغني سبحانه وتعالى وفي رواية تانية إن أدنى أهل الجنة لي أد الدنيا 11 مرة وآخر أهل الجنة له الدنيا ومثلها معها سبحانه الملك طيب أعلى الناس منزلة يوم القيامة معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المولى عز وجل قال لموسى عليه السلام أولئك الذين أردتوا ورستوا كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عينهم ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلبه وشر دول أعلاهم في الجنة لأنا أقصد الشخص نفسه فيه واحد بس هو لي أعلى منزلة في الجنة ودي محتاجة كلام النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس منزلة يوم القيامة في الجنة هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمع لقول المولى عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله اللي هو سيدنا موسى ورفع بعضهم درجات اللي هو سيدنا محمد وده تفسير مجاهد مجاهد رضي الله عنه وأرضاه في حديث الإسراء والمعراج الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي لما سلم على سيدنا موسى عليه السلام ثم جاوز سيدنا موسى إلى السماء التي تليها فبكى موسى عليه السلام وقال ربي لم أظن أبدا أن ترفع علي أحدا من البشر فتجاوز النبي صلى الله عليه السلام السماء السادسة والسابعة حتى وصل إلى سدرة المنتهى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم أمال إيه أعلى منزلة في الجنة أعلى منزلة في الجنة جماعة اسمها الوسيلة احفظوا الاسم ده اسمها إيه الوسيلة إيه الدليل على الموضوع ده واتحديث رواه مسلم عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول بيقول الله أكبر أو الله أكبر بيقول كذا بيقولوا زي بالزبط ماشي إلا بس في حياة الصلاة حياة الفلاح تقولوا الله حوله ولا قوة البلاه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صل علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وبعدين ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم ولكنه سيد المتواضعين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم حديث الثاني رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت حلت له شفاعته يوم القيامة يبقى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل المولى عز جل الوسيلة للنبي وهي أعلى منزلة في الجنة فإذا سألنا الله الوسيلة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلا يقول اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت لو قال كده تحل له شفاعة النبي يوم القيامة فيشفع له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أدينا ذكرنا لحضراتكم من خلال يوم في الجنة أدنى أهل الجنة وأعلى أهل الجنة وآخر من يدخل الجنة وأعلى الناس منزلة في الجنة صلى الله عليه وسلم من الآن فصاعدا ومن النهاردة حدد موقعك من الجنة عايز تكون فين في أدنى أهل الجنة خلاص خليك أدنى الناس طاعة واكتفل بالفرائد فقط أما إن كنت تريد أن تكون من أعلى الناس درجة في الجنة اجتهد على أد ما تقدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيع لما قال له سل شيئا يا ربيع قال له أسألك مرفقتك في الجنة يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكفرة السجود فإنك لا تسجد سجدتا لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة جمعان الله وإياكم في أعلى درجات الجنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا معنا نتهنى في يومها نعيش في الجنة نحقق كل أمانينا وقبل ما حتى نتنى